وسهلا بكم مشاهدنا كرام في هذه النشرة الاندارية الخاصة بحالة التقص بالمغرب ابتداء من يوم غد السبت 20 أبريل 2024 فإن شاء الله سنعطيكم آخر تحديثات النماذج التقص العالمية إن شاء الله بداية من يوم السبت إن شاء الله فقبل الأخذ بالتباصيل مشاهدنا الكرام لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم الزيلة الشكر أجواء غائمة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة وأمطار رعدية قوية جدا سنعطيكم المناطق المعنية بيد الترابات الجوية المهمة إن شاء الله ومن المتوقع إن شاء الله نتشهد بعض المناطق تساقط الضعيفة على مناطق سيدي إيفني وتيزنيت أمطار كذلك ضعيفة على مناطق أوكيمدن أوزميزة مراكشة وأصويرا خمسود الحاج وكذلك آسف والتربيضاء والقارة برشيدة والمحمدية ستعرف بعض الأمطار لكن قطرات ضعيفة إخواني كرام مناطق معتبرة إلى ضعيفة كذلك لقدير بوشيبة إن شاء الله وكذلك مناطق إيفران وامطار قوية لفاس ومكناس تساقطات ضعيفة لخنفران لكن الترابات الجوية متبرة على وطات الحاج وكذلك مناطق فاس ومكناس إيفران وكذلك مناطق توريت وقرسيف ووجدة وبركان أمطار جد ورعدية وقوية جدا تساقطات مهمة متواصلة إن شاء الله على الجهة الشرقية بحول الله والطرابات المهمة على وطات الحاج وكذلك ميسور إن شاء الله وتوريت والناظور والحسيمة وكذلك مناطق تريوش وساكا وإكنول وتازة وتال أمطار قوية كذلك على أقص الشمال المملكة على مناطق سبتة والحنية دق المذيق وطنجة والعرائش وربما القنجرات تساقطات مطرية وزخات رعدية قوية جدا على هذه المناطق مشاهدين الكرام وسوف تستمر إخواني كرام لعدة أيام مع تقدم منخفة جو آخر سنقدم لكم في هذا الفيديو إن شاء الله فالمرج مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي ترى في التفاصيل مع استمر مطرية في فترة مسائية فيحتمل بإذن الله استمر للأجوال غير مستقرة على عدة مناطق وعدة أقاليم من المملكة بالترابة جوية مهمة بعد الزوال المناطق المعنية بعد الزوال فهي كالتالي طرابة جوية مهمة على أمزميز أقدير بوشيبة وتباند كذلك أزلال وإملشيل وأسول وتونفيت وبنملان احتمال بعد التلوج على ميدل كما تلاحظون مشاهدين الكرام مع انخفاض ملموس في دراجة الحراء كذلك الترابات الجوية متواصلة على الزوال تشيخ وخنفرا خريبك بشكل ضعيف والقارة وكذلك بسليمان والرماني بشكل ضعيف لكن بشكل قوي على الخميسات وفاس والماس ومكناس وإيفران هذا المناطق التعرف سواعق والترابات وزخات رعدية قوية الترابات متواصلة على قرية ابو محمد وتاونات وآكنول وإيساقن وكذلك غرسيف وإيساكا وشفشاول وللاميمونة وكذلك تطوان وطنجا وأصيل بعض الأمطار المؤشدين للضعيفة كذلك أمطار قوية على بركان وبجدة وكذلك السعيدية والناظر وتاوريت وجرادة وصاكا وإيساكا 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 فاضم والمناتق الترف تساقطات مطرية على سكوري مديازة وخنفرا تساقطات زخات رعدية وسواعق قوية توقع مع مرور ساعات هذه الاضطرابات تمتدها ان شاء الله وربما تصير حتى الدار بيداء وخريبقا وخنيفرا وسدي بن نور وفاس وقرية ابو محمد ومكناز وكذلك ايفرانس كورمداج وصفرو وطات الحاج وميسور وميدلتو وكذلك زود شيخ وخنيفرا واملشيل المناطق تعرف تساقطات مطارية ده الطابعة راضي اخوانا كرام كذلك على التميت واملشيل وابني ملال كما تلاحظونه والواجهة المتوسطية امطار قوية على وجده وبركان وتاوريت ان شاء الله والناظور والحسيمة امطار متواصلة على ساكا وآكنول وإيساقن وشفشا وانتطوان طنجة أصيلة والعرائش للميمونة ووزان سيد سليمان قرية ابو محمد ومكناس والخميسات امطار وزخات رعدية قوية ان شاء الله مع مرور الساعات ان شاء الله سوف تمتدد الترابات حتى المناطق الراشدية مع احتمال تساقطات مطرية وتلجية ان شاء الله على المناطق التالية وطرابات جوية متواصلة على الجيش الشرقية ان شاء الله على وتطلحاج ان شاء الله مع الفترة الصباحية من يوم الاحد واحد وعشرون ابريل امطار حاضر على الراشدية وتينغير وقلمي ما ان شاء الله وقرامة تساقطت على سول وميدلتة وقد تصل مناطق كدرك الشرقية والهداول الشرقية وتطلحاج وفاس وسيد سليمان واباب برد ان شاء الله متواصلة على التونات والزان وامطار حاضر على ايساقن شفشاون وتطوان اصيلة والعرائش انترة خفيفة على الناظر والسعيدية. اما بالنسبة للفترة المسائية من يوم الاحدة. يتوقع ان تستمر هذه الاضطرابات الجوية ان شاء الله بعد الزوال. ما كما قلنا لكم تقدم جوي منخفج جوي كبير ان شاء الله خلال الفترة المقبلة سنقدم لكم في هذا الفيديو. اما المناطق المعنية كذلك بعد الزوال فهي كالتالي امطار حاضرة على وجدة. بركان تاوريت ساكا والناظور. ادريوش. ايساقن. كذلك القرسيف وتازة. تاهالة. وكذلك ملاتق تاونات. ايساقن والحسيمة وتطوان. وسيد سليمان. امطار ضعيفة على والماس والخميسات. وكذلك ايفران مع تساقطات الجيخة خفيفة ان شاء الله. كذلك ربما تعطي بعض الامطار مضارية على بعرفة وربما مرزقة تصير وبعض الامطار مع ريح قوي على جنب الشرقي وسهوث ان شاء الله. بالنسبة للليل ان شاء الله فيتوقع استمرار بعد الاجواء الغير مستقرة على مرتفعات الريف. وكذلك يكون ايفران وميدلت ووضط الحاج. اما بالنسبة لتوقاعات الايام القادمة تشير لعوضة قوية للمنخفضات العملاقة الى المملكة. بدايتا كدلك من يوم الثلاثاء. فمن المتوقع اخواني كرام استمرار بعد الاجواء غير مستقرة على مرتفعات الاطلسة. مع اتربات جوية ان شاء الله كدلك يوم الخامس على المرتفعات كما تشاهدون ومناطق الججاج الشرقية او المناطق الهداب العليا الشرقية ستعرف تساقطات مطارية ضعيفة ومتفرغة. اما بالنسبة لتوقعات الايام القادمة يتوقع دخول بعض الانطار ربما على اقصى جنوب المملكة على اه القويرة وان شاء الله اوستلت توقعات الايام المقبلة فتشير نماذج التقص العالمية لاحتمال ان شاء الله دخول مرخفض جوي. بداية من يوم السبت فهذا مجرد بداية سيدخل ان شاء الله باضطربات جوية حاضرة على مرتفعات الاطلسة على امزميز وكيمدن امنتشانوت وتبينت وازيلال واملشيل وتونفيت وزود الشيخ وميدلت وزكور مداز وامفران وكذلك غرسيف وتازة. وهذا المرخفض الجوي سوف يتجول كما تشاهدون قرب المملكة في هذه المناطق كما تلاحظون اخواني كرام وكذلك مع اقترابه ان شاء الله بشكل مهم. سيدخل للمملكة بداية على المناطق الشمالية مع مرور الساعات ان شاء الله سوف يمتد تدريجين ولكن هذه الثوقات فهي مازالت اه بعيدة ربما تعرفوا تغييرات سوف نقدمه لكم في نشراتنا القادمة. بالنسبة المناطق المعنية بهذه المنخفض فهو بركان والناظر والحسيمة كذلك وتريوش وامطار حاضر على ايساغن وطيطوان وقرية ابو محمد وتاوناتا وتال وفاس ومكناس ويفران وكذلك سكور مداز. حاضر على ميدة تونفيتو ايميلشيل والرماني وقراما وتينغير مع تغييرات مرحوظة كما تشيدون بين النماذج العالمية خلال التوقعات التي ذكرنا لكم في اه في نشراتنا المقبلة. بالنسبة لتراكمات الامطار مشاهدين الكرام للايام المقبلة فتشير لتراكمات مهمة على الواجهة المتوسطية. اه سادكر لكم المناطق المعنية بالتراكمات المهمة فهي تطوان طانجة وعصيلة والعرق. شوف شاول. والزان وللا ميمونة وايساقن. كذلك تاونات وقرية ابو محمد. وتال وتازة ومكناس. كذلك ايفران والمات. سكور مداز ان شاء الله. كدلت خنيفة ايميلشيلة. وكذلك الراشدية. وبعرفة وبعنان وانشاء وكذلك الجيش ترقيالة ووجدة وبركان وكذلك الجرادة والسعيدية والمناطق النادور وتاوريت وبرسيفة. هذه المناطق التعرف تساقطت مهمة. مهمة ان شاء الله قد تصل الى ازداد من خمسين مليمتر. مشاهدنا كرام كتارا كومات للامطار اخواني الكرام. بنسبة لنموذج الامريكي الجي ايفسي تنين وعشرين كيلو متر سننقل النظرة عليه. سنرى اخواني كرام هالمتفق بدخول هذا التربات الجوية.